الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات أما بعد فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بام من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى في تعظيم الكتاب والسنة تعظيم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الواجب على كل مسلم أن يكون وقافا مع أحكام الشرع معولا على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يكون محكما لكتاب الله محكما لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وفي هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من استبانت له أي اتضحت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان والتحليل والتحريم يعني قول هذا حلال وهذا حرام هذا لله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هذا لله سبحانه وتعالى ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام فالحلال هو ما أحله الله والحرام ما حرمه سبحانه وتعالى كما جاء في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن الحلال بيّن بيّنه الله في كتابه وبيّنه نبيه صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله في سنته صلوات الله وسلامه عليه والحرام بيّن بيّنه الله سبحانه وتعالى في كتابه وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه سبحانه وتعالى وفي هذه الترجمة من أطاع العلماء والأمر في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما أحرمه فقد اتخذهم أرباباً أي شركاء لأن التحليل والتحريم لله يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء الحرام ما حرمه والحلال ما حلله سبحانه وتعالى فقد اتخذهم أرباباً أي من دون الله أي شركاء مع الله سبحانه وتعالى كما سيأتي في الآية الكريمة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله وسيأتي التفسير للآية سيأتي التفسير للآية عن نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى بهذا المعنى أي طاعتهم في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه سبحانه وتعالى فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في التحريم تحريم الحلال وتحليل الحرام خاصة في هذا وأن هذا الأمر لله وأن هذا الأمر لله سبحانه وتعالى فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه سبحانه وتعالى وهذه الطاعة لله فيما أحل وفيما حرم هي من العبادة هي من العبادة ومن أنواع العبادة لأن عبادة الله عز وجل بطاعة وامتثال أمره وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه فيما يبلغه عن الله سبحانه وتعالى وهنا في هذه الترجمة يؤكد المصنف رحمه الله تعالى على مسألة مهمة في هذا الباب وهي أن الإنسان إذا استبانت له النصوص ظهرت له الأدلة لا يحل له أن يترك النص البين والحكم الواضح الظاهر في كتاب الله سبحانه وتعالى لقول أحد من العلماء مهما كانت مكانة العالم ومهما كانت منزلته وضرب على ذلك أمثلة ضرب رحمه الله تعالى على ذلك أمثلة منها هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يوسك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر هذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما له قصة له سبب كان رضي الله عنه في مجلس وفي عروه بن الزبير عروه بن الزبير عروه بن الزبير بن العوام كان في ذلك المجلس فقال ابن عباس تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الحج قال ابن عباس قال ابن عباس تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عروه بن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال أقول قال رسول الله قال يوشكا تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر هذا الأثر عن ابن عباس رواه الإمام أحمد في المسند ولفظه قال أراهم سيهلكون أراهم سيهلكون أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نهى أبو بكر وعمر ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما مذهبه وجوب التمتع مذهبه وجوب التمتع وأبو بكر وعمر في خلافتيهما رضي الله عنهما كان يفضلان الإفراد يفضلان الإفراد حتى لا يكون البيت مهجور يتمتع فيأتي بالعمرة والحج في وقت واحد يجمعهما في وقت واحد فكان يريان أن الأفضل الإفراد الأفضل الإفراد يفرد الحج واحده ثم يعتمر في أثناء السنة عمرة يقصد بها البيت مستقلة فتكون عمرته في سفرة وحجه في سفرة أما ابن عباس رضي الله عنهما فكان يرى وجوب التمتع لأحاديث منها حديث سراقة ابن مالك حين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام من يجعلوها عمرة ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارناً وقال لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولجعلتها عمرة والقارن يوصب بأنه متمتع وهو داخل في الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي الهدي الذي هو هدي التمتع يلزم المتمتع ويلزم القارن على حد سواء لأن كل منهما جمع عمرة وحجة في سفرة واحدة كل منهما جمع عمرة وحجة في سفرة واحدة فحديث سراقة حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفة والمروة فقال سراقة ألعامنا هذا أم للأبد فقال بل للأبد وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام افعلوا ما أمرتكم به فلولا أني سقت الهدية لفعلت مثل الذي أمرتكم به لفعلت مثل الذي أمرتكم به وقد جاء عن نبينا نصوص عديدة تدل على أن الأنساك الثلاثة كلها مشروعة ولهذا الخلاف بين أهل العلم في هذه الأنساك في أيها الأفضل أو التمتع أو الكران أو الإفراد لكن كل هذه الأنساك مشروعة ومما يدل على مشروعية الأنساك الثلاثة إلى آخر الزمان إلى قيام الساعة ما جاء في صحي مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يهلن ابن مريم حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما أي يقرم بينهما حاجا مفردا أو معتمرا أي عمره متمتع بها إلى الحج أو يثنينهما أي قارنا فذكر الأنساك الثلاثة الكران والتمتع والإفراد الكران والتمتع والإفراد وعروه ابن الزبير لما قال نهى أبو بكر نهى أبو بكر وعمر عن المتعة أي أنهما كانوا يفضلان الإفراد فضلان الإفراد للسبب الذي أشرت إليه فقول قول العروة نهى أبو بكر وعمر قوله ذلك ليس يقوله معارضة لنقل ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن أراد أن يبين أن أبو بكر وعمر يفضلان الإفراد على التمتع لهذا السبب لهذا السبب ولهذا الذهب رحمه الله علق في سير علام النبلة قال ما قصد عروة معارضة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وعمر بل رأى بل رأى أنهما ما نهي عن المتعة إلا وقد اطلع على ناسخ ناسخ للوجوب وجوب المتعة التي في حديث سراقة الذي تقدم معنا إذا كان ابن عباس قال هذا القول يوسك أن تنزل عليكم حجارة من السماء في مثل هذه المسألة وفي مقام من أبي بكر وعمر وهما منهما في الفقه والمنزلة والمكانة في دين الله إذا كان هذا قول ابن عباس في الخليفتين الراشدين فكيف بمن ترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول من هو دونهما لقول من هو دونهما بل أحيانا يترك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لقول عوام ليس من أهل العلم في شيء لقول عوام ليس من أهل العلم في شيء إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما قال هذه الكلمة يوسكا تنزل عليكم حجارة من السماء في رواية أغراهم سيهلكون أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر وعمر نام قال رحمه الله وقال أحمد بن حنبل رحمه الله عجبت لقوم عرف الإسناد والصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك ثم أورد هذا الأثر عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته عرفوا الإسناد وصحته يعني عندهم بصيرة بعلم الحديث والأسانيد والحكم عليها صحة وضعفا عندهم علم بذلك عرفوا الإسناد أي إسناد الحديث وصحة إسناد الحديث وصحة أي صحة إسناد الحديث فعرفوا الإسناد وعرفوا أنه إسناد ثابت عرفوا أنه إسناد ثابت يذهبون إلى رأي سفيان يذهبون إلى رأي سفيان أي فيما يكون مخالفا لحديث ثابت صحة إسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا وهذا أيضاً جاء عن الإمام أحمد نفسه رحمه الله أنه قال من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفة هلكة فهو على شفة هلكة على جانب خطير جداً على جانب من وقرب من الهلاك إذا رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفة هلكة هنا يقول عجبت لقوم عرف الإسناد وصحة يعني يتبين لهم صحة الحديث وثبوت الحديث ثم يذهبون إلى رأي سفيان سفيان المراد به الثوري وسفيان الثوري من أئمة أهل العلم وأئمة أهل الحديث منفقها الأمة ومذهبه مشهور ومكانته العلمية والفقهية والدراية بالأحاديث عظيمة جدا ومنزلة في الأمة رفيعة ويقول الإمام أحمد ممكرا لمن يقدم قول سفيان على حديث ثابت عجبت لقوم عرفوا الإسناد والصحة يذهبون إلى رأي سفيان أي الثوري رحمه الله تعالى قال والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره يخالفون عن أمره عديت عديت عن قال عن أمره ما قال يخالفون أمره عديت بعن لأنه ضم معنى الإعراض يخالفون عن أمره يعني معرضين عن أمر الرسول الكريم صلوات صلوات الله وسلام عليه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك الفتنة أي في الدين لأن لن هذه خطوات خطوات يخطو بها الشيطان حتى يوصله إلى غاية الهلكة فإذا أوصل الشيطان الإنسان إلى رد الحديث رد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام معرضا عنه فقد فتح على نفس من فعل ذلك باب ضلالة قد تفضي به إلى الفتنة التي يشترك تفضي به إلى الفتنة التي يشترك كما قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أي عقوبة من عقوبة من الله عز وجل أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة والفتنة أي في الدنيا المراد بالفتنة الفتنة في الدين والوقوع في الزيق فأتدري ما الفتنة قال الفتنة الشرك ثم بيّن كيف أن الأمر يتدرج بالإنسان في هذا الباب تدرجاً قال لعله إذا رد بعض قوله لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيق فيهلك إذا رد بعض قوله أي بعض قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا ولهذا الأئمة شيخ الإسلام محمد عدوهاب وشيخ الإسلام بن تيمية ومن قبلهم من أئمة الإسلام الإمام أحمد والأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الدين كلهم دعاة إلى الكتاب والسنة دعاة إلى الكتاب والسنة ما منهم من يدعو إلى نفسه ولهذا مر معنا في أحد الأبواب المتقدمة لما أورد المصنف رحمه الله قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني قال ومنها أن الداعي إذا دعا عليها أن يدعو إلى الله لا إلى نفسه ولهذا هؤلاء الأئمة ما منهم واحد يدعو إلى نفسه وإنما كلهم دعاة إلى كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ولما نقرأ كتب هؤلاء الأئمة الأعلام مثل الإمام محمد بن عدوهاب رحمه الله والإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله نحن نقرأ الآيات التي يجمعونها الآن محمد بن عدوهاب رحمه الله في هذا الكتاب مجرد جامع للأحاديث والآيات مبوّب لها في أعظم الأمور الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له قال لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيق فيهلك أن يقع في الهلكة والمعنى لعله إن صحة عنده السنة وثبت عنده الحديث ثم رده أو رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيق فيهلك والله عز وجل ماذا قال عن أهل الزيق في هذا الباب قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب نعم قال رحمه الله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية فقلت 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 له فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسناه ثم أورد هذا الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية عدي بن حاتم رضي الله عنه هذه فائدة لا علاقة لها بموضوعنا لكن تتعلق بعدي نفسه عاش بعد هذا الزمن الذي كان فيه مع النبي عليه الصلاة والسلام عاش بعده ما يقرب من الستين سنة ما يقرب من الستين سنة لأن أسلم في السنة التاسعة من الهجرة رضي الله عنه في السنة التاسعة من الهجرة كان إسلامه وعاش مئة وعشرين سنة وعاش مئة وعشرين سنة كانت وفاته سنة ثمان وستين من الهجرة فعاش بعد هذا الوقت ما يقرب من الستين عاما رضي الله عنه وأرضاه عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية يقرأ هذه الآية عند الترمذي قبل ذلك يقول عدي رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب أنه كان نصرانيا قال وفي عنقي صليب فقال لي يا عدي اطرح عنك هذا الوثن يا عدي اطرح عنك هذا الوثن ثم يقول رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلاه سبحانه عما يشركون ماذا كان يفهم عدي ماذا كان مفهوم العبادة عند عدي رضي الله عنه لما قال لسنا نعبدهم لسنا نعبدهم لما سمع الآية تتكلم عن أهل الكتاب وهو كان منهم وكان منهم الله يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيحة ابن مريم قال لسنا نعبدهم مفهوم العبادة ماذا السجود والركوع والدبح لها والنذر ودعائها هذا مفهوم العبادة لكن هناك مفهوم للعبادة ما كان واضحا عنده قال إنا لسنا نعبدهم قال أليس أليس يحرمون ما أحل الله أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتحلون أليس هذا واقع موجودا عندكم يقول له يحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتحلون قلت بلى يعني هذا موجود قال فتلك عبادتهم قال فتلك عبادتهم فبيّن له النبي عليه الصلاة والسلام لما ظن أن العبادة المراد بها التقرب إليه بأنواع العبادة من السجود والذبح والركوع والندر ونحو ذلك فبيّن له النبي عليه الصلاة والسلام أن طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام عبادة لهم عبادة لهم من دون الله هذا قال هذا معنى قوله أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتحلون قلت بلى قال فتلك عبادتهم قال فتلك عبادتهم قال المصنف رحمه الله تعالى رواه أحمد والترمذي وحسنه رواه الترمذي ورواه أحمد الترمذي وحسنه الحديث حسب بحثي لم أقف عليه لم أجده في المسند للإمام أحمد ولعلكم تراجعون ذلك وقد رواه الترمذي في جامعه وحسنه وهذا التفسير الذي جاء في هذا الحديث مروي عن جماعة وخلق كثير من المفسرين في مقدم بن عباس إمام التفسير رضي الله عنه وعن جماعة من المفسرين من التابعين وتابعين بإحسان فسروا معنا الآية بهذا التفسير المروي عن نبينا عليه الصلاة والسلام هنا معنى مهم في الآية ينبغي التنبه له بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وعكسه أي تحريم ما أحل يكونون على وجهين يكونون على وجهين أحدهما أن يعلموا أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل اتباعا لرؤوسائهم مع علمهم بأنهم خالفوا دين الرسول صلى الله عليه وسلم قال فهذا كفر وقد جعله وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون وإن لم يكونوا لهم يصلون ويسجدون الثالي أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا الحلال ما حل الله والحرام ما حرم لكنهم أطاعوهم في معصية الله أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي الآن المسلم قد يقع في معاصي مثلا يعرف أن الشرب الخمر حرام ولو قيل له تعرف أدلة لعرض بعض الأدلة من القرآن ومن السنة يعرف ذلك لكن غلبته نفسه هذا 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 عاصي هذا عاصي لأنه معتقد معتقد حل ما حله الله وحرمت ما حرمه لكن غلبته نفسه غلبته نفسه على ذلك يقول أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي قال فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية النور قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير آية النور الأولى تفسير آية النور أي قول الله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هذه جاءت في آخر السورة والشاهد منها الوعيد الشديد والتهديد العظيم في الآية لمن يخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال رحمه الله الثانية تفسير آية براءة الثانية تفسير آية براءة براءة سورة التوبة والآية المراد قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أربابا من دون الله والكلام على معناها تقدم قال رحمه الله الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي رضي الله عنه أو المسألة الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي عادي أنكر أنهم يركعون لهم ويسجدون ما كنا نعبدهم ماذا يقصد ما كنا نعبدهم يعني ما كنا نركع ونسجد لهم وندعوهم من دون الله قال ما كنا نعبدهم لأنه يظن أن العبادة خاصة بمثل ذلك لكن المعنى الذي بيّنه له النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن معروفا عنده فأخبره أن طاعتهم في ذلك عبادة لهم وإشراك مع الله هذا مع الاعتقاد مثل ما تقدم التفصيل فيما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال رحمه الله الرابعة تمثيل ابن عباس رضي الله عنهما بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتمثيل أحمد بسفيان تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وهما منهما في المكانة والمنزلة وتمثيل الإمام أحمد بسفيان أي الثوري وهو منهو أيضا في المكانة والمنزلة فهذا فيه التحذير من مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لقول أحد مهما كانت مكانته مهما كانت مكانته مثل ما تقدم النقل على الإمام الشافعي قال من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان نعم قال رحمه الله الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين نعم يعني هنا يتحدث عن مشكلة يعني واقعة في من ابتلي بالأهواء ابتلي بالضلال ابتلي ببعض البدع المخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض هؤلاء وجد عنده من يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشخاص لا يعرفون بعلم وأشخاص لا يعرفون بعبادة لأن الأحبار العلماء والرهبان العباد فترد الحال ببعض الناس إلى أن صار يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام بقول من ليس بعالم ومن ليس بعابد إذا كانت معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول العلماء أو العباد الفضل فيه ما فيه من المخالفة وفيه التهديد والوعيد فكيف الشأن بمن يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام بقول من ليس بعالم أو من ليس بعابد مشتغل بعبادة الله قال تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية يعني يسمون من يعظمونه يسمونه وليا يسمونه ولي يصبونه بأنه من أولياء الله هو لا يعرف بعبادة لكن عنده أشياء خارقة للعادة تعين عليها الشياطين فيلبس على الناس بها ولهذا بن تيمية رحمه الله كتب كتابا بعنوان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان حتى يميز المسلم بين هؤلاء وهؤلاء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقوا وبين الولي في حديث الولي المشهور من عادالي وليا إلى آخرة فالكتاب والسنة بينت فيهما صفات الأولياء من هم أولياء الله فهذا التغير هذا التغير أحدث خلل عند بعض العوام ولهذا كل ما تقدم هو دعوة من هذا الإمام رحمه الله لعموم المسلمين أن يعظموا كتاب الله ويعظموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحكموا الكتاب والسنة وأن يكون التعويل على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا هو العلم العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الآيات نعم ما بقي من الوقت لا يكفي الدخول في هذا الباب والأولى أن يكون الدخول فيه متكاملا فيؤجل إلى لقائنا في الغد بإذن الله سبحانه وتعالى وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شاننا كله وأن يهدينا إليه سراطا مستقيمة اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها أم لها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحق اندماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا أولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وصدده في أقواله وأعماله اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة على رعاياهم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا